أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان بيرجرين عقاد اجتماع الحوار السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي في شهر مايو من العام الجاري أكد بيرجر خلال زيارته الحالية إلى أسوان على أهمية الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحد من الهجرة كاشفا عن أن العام الجاري سيتم تركيز فيه على الاقتصاد والتجارة وأوضح أن هناك رغبة في تنظيم منتدى أعمال بين الجانبين المصري والأوروبي حيث تجرى نقاشات حاليا بالقاهرة وبروكسل حول ذلك خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجال الهايدروجين فضلا عن الاستثمار في منطقة قناة السويس